أصيب نحو 36 شخصا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة إثر تعرض طائرة تابعة لشركة خطوط هواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة وأشارت شركة طيران أمريكية إلى توفير رعاية طبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم لدى هبوط الطائرة بأمان في مطار الولاية بينما تم نقل البعض إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية